أهلاً ومرحباً بكم إلى برنامج حدث اليوم والذين صلت فيه الضوء على أبرز الملفات الواردة حتى هذه اللحظة قصتنا الأولى من العراق وفي تفاصيلها قوات الأمن العراقية تطلق عملية لمطاردة مطلقي الصواريخ على المنطقة الخضراء والعمليات المشتركة تتحدث عن استراتيجية مختلفة قصتنا الثانية من إيران وفي تفاصيلها مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة ملف إيران النووي الاتحاد الأوروبي يتعاهد برفع العقوبات وواشنطن تطالب بعزل النظام قصتنا الثالثة من السودان وفي تفاصيلها الكونغرس يحصن الخرطوم من الملاحقة القانونية حمدوك متفائل بالتنمية وعفد أمريكي رفيع يزور سودان أول يناير قصتنا الرابعة من سوريا وفي تفاصيلها واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كينات وأفراد موالين لنظام السوري البنك المركزي على رأس القائمة وطاولة المفاوضات مشروطة إجراءات مغيرة نفذتها اليوم قوة الأمن العراقية للرد على الهجمات الصاروخية التي سادفت المنطقة الخضراء بعد إعلان رئيس الوزراء الكاظمي مصطفى الكاظمي عن اعتقال بعض المتورطين في الهجمات إضافة إلى توقيف قادة من الأجهزة الأمنية متهمين بالتقصير تلك الخطوة تأتي بعد ساعات من إعلان العمليات المشتركة عن إجراءات ستتخذها لوقف استهداف المنشآت الحيوية إذ أفادت مصادر أمنية عراقية بانطلاق عمليات مشتركة بقيادة جهاز مكافحة الإرهاب في منطقة الزعفرانية جنوب شرق العاصمة بغداد وقالت المصادر أن العملية تهدف لملاحقة مطلقي صواريخ الكاتيوشا باتجاه السفارة الأمريكية والمنطقة الخضراء وتنتشر المزارع والأراضي الخالية في منطقة الزعفرانية ما يجعلها ملاذا آمنا تلجأ إليه الميليشيات لتنفيذ هجماتها هذا الإجراء الذي تم اتخاذه والذي أعلن عنه القائد العام للقوات المسلحة وأيضا قبلها هناك سلسلة إجراءات تم اتخاذها وسبق وأن قلنا هناك عمل كبير لقيادة العمليات المشتركة سوف تقوم به وبالتأكيد الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية يختلف في تكتيكه في نوعه في اسلوبه عن المرات السابقة هذا العمل الكبير يحدد مسؤولية من كان هناك مسؤول عن الخرق الأمني وفعلا تم إيجاع القوة مثل ما هلن قائد العام للقوات المسلحة المسؤول عن تلك المنطقة إلى التحقيق هذه العملية مهمة جدا لغرض التحقيق معاهم هم مسؤولون عن منطقة معينة ومسؤولية الأمن واستطلاب الأمن والمحافظة على الأمن في تلك المنطقة من مسؤوليتهم طبعا كيف تم هذا الخرق؟ لماذا تم هذا الخرق؟ من المسؤول عن هذا الخرق؟ هل الضباط وسواء عن المقاتلين المنتسبين الذين كانوا موجودين في تلك المنطقة كانوا يقومون بواجبهم بصورة صحيحة؟ من بغداد ينضم إلينا مراسل الحدث ماجد حميد مرحبا بك يا ماجد نستطلع منك آخر مجريات العملية العسكرية التي أعلن عنها وفيما إذا كانت هناك أخبار بالقبض على مشتبه بهم آخرين نعم العملية الأمنية شملت ثلاث مناطق شرق العاصمة العراقية بغداد هي منطقة الزعفرانية امتدانا إلى منطقة معسكر الرشيد ومنطقة الطمر الصحي هذه المناطق الثلاث تمت فيها عملية أمنية ومشتركة من قبل القوات الخاصة العراقية وعمليات بغداد وكذلك الشرطة الاتحادية الهدف الرئيسي من هذه العملية هو البحث عن الأسلحة وكذلك هناك مذكرات قبض حول بعض المطلوبين أمنية للقوات الأمنية العراقية كذلك النقطة الأهم هي عملية تثبيت نقاط أمنية مشتركة في المناطق المفتوحة التي تم من خلالها استهداف السفارة الأمريكية مؤخرا بأكثر من 21 صاروخ كتيوشا ويعتبر الهجوم الأعنف عمليا القوات الأمنية ما زالت ترصد هناك خطر بأن تكون هناك هجمات ربما ثانية مع اقتراب الذكرى الأولى لاغتيال قاسم سليماني وكذلك أبو مهدي الموندس من قبل القوات العراقية لذلك عمليا ستكون هناك أكثر من عملية تفتيش وأكثر من عملية انفتاح للقطاعات الأمنية خاصة في المناطق المفتوحة إن كان في شرق العاصمة العراقية بغداد وكذلك في الجنوب خاصة المناطق التي شهدت مؤخرا عملية إطلاق صواريخ كتيوشا باتجاه منطقة الخضراء والسفارة الأمريكية القوات العراقية ألقت القبض علاقات قوات الصواريخ لأحد الميليشيات القريبة من طهران وهو الآن قيد التحقيق من قبل القوات العراقية وكما كان قد أشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بأن بغداد لن تسمح باستداف البعثات الدبلوماسية وسمى هذه العمليات بأنها عمليات إرهابية جبانة وأكد بأنه لن يتسامح مع القطاعات الأمنية الماسكة للأرض والتي من خلال تلك المناطق تمت عمليات إطلاق الصواريخ لذلك تم إيداع عدد من منتسبي القوات الأمنية الماسكة للأرض في تلك المنطقة منطقة الزعفرانية إحالتهم إلى التحقيق والتوقيف من قبل قيادة العمليات المشتركة طيب ماجد التحقيق مع الضباط المسؤولين عن هذه المنطقة مستمر حتى هذه اللحظة هل أفصحت الحكومة العراقية أو وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية عن نتائج هذا التحقيق حتى هذه اللحظة؟ نعم هناك عملية مغايرة لأول مرة يتم استخدامها من قبل الميليشيات في السابق كانت عملية استدافة المنطقة الخضراءة تتم من خلال منصات توضع على سيارات متحركة في تلك المناطق العملية الجديدة هي عملية استئجار لأحد المنازل في تلك المنطقة قبل العملية بيومين ومن ثم تم نصب ما يقارب أربع منصات صواريخ كل منصة صواريخ تحمل ستة صواريخ من خلالها تم أطلاق الصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء فقط ثلاث صواريخ لم تنطلق هذه في تفاصيل العملية التي تمت قبل يومين من الآن عمليا عملية التحقيقية كيف تم الدخول هذه السيارات كيف تم استئجار المنزل بدون أن تكون هناك تحقيقات استخباراتية خاصة بأنه في العاصمة العراقية بغداد يتم طلب مستمسكات على ما يبدو بأنه تم استخدام لوحات مزورة وأسماء مزورة في عملية استئجار المنزل الذي تم من خلاله أطلاق الصواريخ لذلك أفواً القوات التي تم إيقافها من قبل قيادة عمليات بغداد والقيادات المشتركة هي التحقيق في أسباب عملية الخرق لا ننسى بأنه ليست هذه المرة الأولى التي يتم إيداء فيها ضباط من قبل الجيش العراقي أو الشرطة الاتحادية إلى التوقيف كان أيضاً هناك في عملية المطار أيضاً تم إيقاف عدد من الضباط إلى السجن من قبل قيادة عمليات بغداد القادر العامل والقوات المسلحة أعطى أوامر مشددة إلى قيادة عمليات المشتركة وعمليات بغداد بأنه يجب منع مثل هذه العمليات باتجاه المنطقة الخضراء والبعثات الدبلوماسية لذلك كما أشرت بأن القوات الأمنية ما زالت تسجل ارتفاع في نسبة الخطر أو نسبة أن تكون هناك عمليات جديدة ضد السفارة الأمريكية مع اقتراب الذكرى الأولى لإغتيال قاسم سليماني خاصة بأنه برغم من أنه الفصائل المسلحة القريبة من طهران أعلنت من خلال مواقع قريبة من هذه الميليشيات بأنها ستوقف العمليات باتجاه السفارة الأمريكية في الوقت الحاضر لكن المؤشرات الأمنية والاستخباراتية لدى القوات الأمنية ما زالت تشير عكس ذلك شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل زميل ماجد حميد مراسل حدث كنت معي من العاصمة العراقية بغداد موسيقى 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 من بغداد ينضم إلينا عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة رياض العوادي مرحبا بك أستاذ رياض ما عدى مجديا مسألة أن يسأل كيف ستؤثر كل هذه الاستهدافات على سيادة العراق وكيف ستحرج الحكومة الآن السؤال كيف للحكومة أن تتخلص من هكذا الظاهرة اعتبرها رئيس الوزراء بأنها عمل جبان وعمل في خانة الخيانة نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية للجميع حقيقة ما قامت به القوى المجهولة في فعلتها الأخيرة والأفعال السابقة باستهداف البعثات الدبلوماسية طبعا هو شيء مرفوض ترفضه القوانين ترفضه الدساتير ترفضه القوى المعتدلة القوى السياسية المجتمع الدولي هذا الاستهداف مرفوض جملة وتفصيلا والحكمة صرحت بتغريدة للسيد الحكيم بأن هذا الاستهداف مرفوض ويجب على الحكومة وضع حد لهذه الأفعال لأن هكذا أفعال حقيقة تضعف من قوة العراق السياسية والدبلوماسية وتشكك بمصداقيته ومكانته في المجتمع الدولي وأمام الرأي العام العالمي الاستهداف البعثات الدبلوماسية كما أسلفت أنه مرفوض ومحرم دوليا وبنفس الوقت هذه البعثات مهما كانت وجهات النظر هم يعتبرون ضيوف على الدولة العراقية إذن يجب احترامهم واحترامه واحترام لهيبة الدولة العراقية وكلما حافظنا على هذه البعثات وتعاملنا معها بالدبلوماسية عالية وكما نصت عليه القوانين والدساتير وينص عليه المثاق الدولي كلما أعطينا سمعة أكبر ومكانة أكبر لمكانة الدولة أمام العالم أجمع إذن هو الفعل مرفوض هاليوم الحكومة مطالبة بقوة ألا تكون ردات فعل يعني تواكب الحدث أن يكون لكل فعل رد فعل نحن لا نريد ردة الفعل تكون بمجرد إطلاق شعارات ووعود كما كان سابقا بل نريد وضع حد لهذه التصرفات اللامسؤولة والتي لا تنوم عن أفعال تصب في مصلحة الدولة ومصلحة العراق والعراقيين إضافة أنه هذه الأفعال هذا الاستهداف لم يستهدف فقط يعني البعثات الدبلوماسية بل أصبح يضر المساكن الآمنة والمواطنين العراقيين اليوم الجميع في حالة ترقب وخوف أنه ممكن هذه الصواريخ التي تطير بطرق عشوائية وبطرق بدائية تقع على مساكن كما وقع في الاستهداف الأخير وقعت على حي سكني وكل الحمد لله الأضرار قليلة لكن ما هو الضمان أنها ستكون الأضرار طيب إحالة بعض الضباط يا أستاذ رياض إلى التحقيق في هذه المسألة هل يثبت مسألة أنه بالفعل ثمت اختراق للقوى الأمنية والقوى التي هي مكلفة بحماية هذه المنطقة وبالتالي هذه العناصر لها يد في تلك المنطقة وتفعل ما تشاء لا أستطيع أن أجزم بهذا الأمر لأن هذا الأمر متروك للقوى الأمنية اليوم الحكومة مطالبة بإجراء التحقيق السريع وبوضع اليد على المتسببين سواء كانوا هناك كما قلت أن هناك جهات أمنية متواطئة أو هناك عدم اهتمام كافي هذه دعوة أيضا وهو حث للحكومة أن تهتم بهذا الجانب وتهتم بقضية أن تكون القوى الأمنية قوة مستمكنة ومتمكنة من أداء مهماتها ألا يمكن إخبار الحكومة العراقية أو وزارة الدفاع أستاذ رياض أعذرني ألا يمكن إخبار وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية من الناس من عيون وزارة الداخلية بتحرك هذه الميليشيات أو هذه العناصر المجهولة المسألة ليست مسألة إطلاق نار من مسدس هي منصات إطلاق صواريخ أخي العزيز اليوم نرى دول أخرى يعني ما نرى أي مظاهر مسلحة أو مظاهر عسكرة ولكن الأمن فيها مستتب تذهب اليوم أي دولة حتى من دول الجوار أو غيرها يعني تأخذ الدولة طولا وعرضا ولا ترى جندي أو شرطي واحد موجود في الشارع ولكن هناك انضباط في الأمن الدول المتقدمة اليوم والتي تريد أن تحافظ على سيادتها وعلى أمنها القومي تركز وتفعل الحس الاستخباري هذا هو الركن الأساسي يعني اليوم قضية أنه تضع سيطرة وتريد أن لا يمر إرهابي الإرهاب طبعا يتحاشى السيطرة والمتسلل والمخالف للقانون يتسلل بعيدا عن القوى الأمنية يراها شاخصة ويبتعد عنها ولكن عندما تكون القوى الأمنية هي مع المجتمع وخفية قوة خفية قطعا ستشخص وتضع العلاجات الناجعة في وقتها وزمانها اليوم الدعوة مفتوحة للحكومة أن تركز على جانب تفعيل الحس الاستخباري حتى نتخلص من هذه الأفعال ومن غيرها التي للأسف غضت مضاجع العراقيين وأمنهم وأمانهم وراحتهم طيب الحكومة وحدها هي المسؤولة عن حماية المجتمع العراقي والمدنيين بشخص السيد مصطفى الكاظمي أو أن الكتل السياسية داخل البرلمان يجب أن تؤمن شيء من القوى وشيء من الحضانة السياسية الكبرى من أجل أن تتحرك الحكومة بشكل فعال أكثر يا سيدرياط سواء تيار الحكمة أو التيارات السياسية الأخرى نعم طبعا هذا الأمور هو مهمة تضامنية هي مهمة الجميع يعني لا القوى السياسية ولا حتى المواطنين أنفسهم هم في منأة عن عدم الاهتمام بهذا الجانب أو غيره لأن الأمن هو أمن العراقيين أمن الشعب فأي خلل هو يضرب الشعب ابتداءا ليس في الحكومة الحكومة جزء من الشعب وهي وليدة هذا الشعب والحكومة أيضا متكونة من مجموعة من القوى السياسية والبرلمان هو يمثل كل القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية إذن هو واجب تضامني على جميع القوى السياسية أن تشخص وأن تحدد مسارها اليوم نحن أمام معادلة وأمام خيارين لا ثالثة لهما قوى الدولة وقوى لا دولة نريد أن نشخص ونحدد من مع الدولة ومن ضد الدولة قوى الدولة ترفض هذه الإجراءات ترفض هذه السلوكيات ترفض السلاح المنفلت ترفض الاستقوى على الدولة وقوى الدولة التي نحن جزء منها وننادي بها نقول أن قوتنا بقوة الدولة أن السلاح يجب أن يحصر بيد الدولة أن تكون هذه المهام هي للدولة ولهذا السبب هذا اليوم ما يحدث هو حقيقة قضية فرز فرز بالمناهج السياسية أنه يجب على الجميع أن يبين وجهة نظره صراحة هل هو مع الدولة أم مع قوى لا دولة طيب كانت تتحرك هذه الميليشيات أو هذه العناصر المتفلتة يا أستاذ رياض لو لا أنها مغطات بطريقة أو أخرى من بعض الشخصيات السياسية التي دائما عندما تكون هناك استهدافات للسفارة الأمريكية أو غيرها من القنصليات تسارع للنفي ولكن البعض يتحدث بأن ثمت تبادل أدوار نحن ندين وأنتم اقصفوا نعم هذه كما قلت لك نحن اليوم أمام معادلة سياسية جديدة نحن اليوم قضية اللعب على الحبلين أو مثل ما يقول اليوم رجل أضع قدم في الحكومة وقدم في المعارضة قدم مع الدولة وقدم مع اللا دولة هذا الأمر يجب أن ينتهي اليوم ويجب أن يفرز يفرز من قبل المجتمع ويفرز من قبل القوى السياسية يجب أن يشخص الجميع ويفرز هذه المعادلة بشكل صحيح ويفرز القوى السياسية ويضعها كلهم في مسارها اليوم أما أقول أنا مع الدولة ودعم إلى الدولة لا أقبل أن يكون أن أرفع السلاح تحت خيمة الدولة أو ضد الدولة لا أقبل بالمساس بأمن الناس وأمن المواطنين كما حدث في استدافة البعثات الدبلوماسية التي أثرت على سمعة الدولة أو ستؤثر على سمعة الدولة إن لم يوضع لها حلول سريعة وناجعة فاليوم هذا الفرز هو مهمة الجميع ابتداء من السياسيين وانتهاء بآخر مواطن اليوم الجميع مطالبون بأن يضعوا هذه المعادلة أمام عيونهم وأن يفرزوا بين الخيارين إما أن نكون مع الدولة أو مع اللا دولة نحن قلناها ونقولها أن قوتنا بقوة الدولة وحفظ العراق بقوة العراق وقوة الدولة ووحدته من ينادي يمينا أو يسارا شمالا أو شرقا أو جنوبا هذا الأمر لا يصب بمصلحة العراق نريد اليوم أن نكون كلنا داعمين لقوة الدولة وهيبة الدولة ومسار الدولة كي نقف على المسار الصحيح كل هذه الأمور تؤثر على الدولة ليس فقط بالأمن إنما تؤثر على الاقتصاد تؤثر على الأمان تؤثر على السمعة الخارجية هذه الأمور يجب أن نحافظ عليها وكل اليوم أن يثور عليها سلميا كي يشخص من له ومن عليه شكرا جزيلا لك من بغداد عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الأستاذ رياض العوادي حدث اليوم مستمر معكم وفيه أيضا الاتحاد الأوروبي يقر بوجود تحديات كبيرة للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني ترجمة نانسي قنقر 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 أصبحنا الحدث أهلا بكم من جديد عقد مجلس الأمن اليوم جلسة لمناقشة ملف إيران النووي ومدى التزام طهران بتطبيق ما تم الاتفاق عليه والخروق التي سجلت مؤخرا مندوبة الأمم المتحدة قالت أنه من الضروري أن تراعي إيران المخايفة المتعلقة ببرنامجها النووي والصاروخي وأضافت أن إيران عززت منشأة ناثنز النووية بأجهزة طرد مركزي فيما دعا مندوب والاتحاد الأوروبي إيران للعودة إلى تنفيذ الاتفاق النووي بالكامل أما مندوبة واشنطن لدى مجلس الأمن فاتهم إيران بنشر أسلحتها في المناطق والدول المحيطة بها وطلب بعزل النظام الإيراني بسبب سلوكه المزعزع للاستقرار من جهتها طلبت مندوبة فرنسا لدى مجلس الأمن من وضع حد لانتهاكات إيران التي تفرغ الاتفاق النووي من مضمونه معتبرة أن الإجراءات الإيرانية الأخيرة تقوض الاتفاق النووي مؤشرات واضحة حول مواصلة السلوك المزعزع لإيران مثلا تقييم الأمين العام حول قضيفة سيرية مواجهة في ليبيا وعليها سيمات تشبه السيمات الإيرانية وهذا يعني أن الأسلحة النووية انتشرت في المنطقة المجاورة لإيران وفي المناطق الأخرى نحن اليوم أمام لحظة فاصلة لصون هذا الاتفاق أولويتنا الأولى هي وضع حد لانتهاكات إيران لهذا الاتفاق الذي يفرغه من محتوى وتلافي أي أعمال إضافية من شأنها تضعفه بشكل إضافي من جهة أخرى نحن منشغلون حيال نية إيران اعتماد ثلاث سلاثة إضافية من أجهزة الطرد المركزي في مرفق ننتز للتخصيب اليورانيوم والقانون الذي اعتمد مؤخرا والذي إن نفد سيساهم في تطوير واسع النطاق لبرنامج التخصيب وتخفيض قدرات التحقق لوكالة دولية التطاقة الدرية واستئناف أنشطة توقفت عنها إيران منذ عقدين من الزمن من دون أي تحقق مدني نطلق حقا أن تواصل إيران خفض التزامتها النووية الخاصة بها الاتفاقية ولازم نشعر بالقلق إذا استمرار تكديس إيران لليورانيوم المخصب بما يتجاوز المنصوص عليه في الاتفاقية من عتبات لمستويات التخصيب والتكديس واستمرار النقل وأنشطة التخصيب هذه الأنشطة لا تتسق مع الأحكام النووية في الخطة وندعو إيران لوقف هذه الأنشطة وأن تعود للتنفيذ الكامل لالتزامتها ترجمة نانسي قنقر من واشنطن ينضم إلينا الباحث في معهد واشنطن باتريك كلاوسون مرحبا بك سيد باتريك مندوب الولايات المتحدة خلال الاجتماع الأخير فيما يخص الاتفاق النووي مع إيران يتحدث بأن سلوك إيران يهدد السلم والأمن وهذا شيء ليس جديد الجديد الذي تريد الناس معرفته كيف ستتعامل الإدارة الأمريكية المنتخبة مع هذا السلوك وهذا التهديد قال رئيس المنتخب بايدن أنه فضلا عن عرض العودة إلى الاتفاق النووي إذا التزمت إيران به فإن بايدن سوف يفتح المفاوضات بشأن أنشطة إيران في المنطقة وبرنامجها الصاروخي علاوة على التمديد الاتفاق النووي إذن قال بايدن أنه سوف يحافظ على العقوبات على إيران بسبب دعم إيران لإرهاب انتهاكات حقوق الإنساني فيها إذن الرئيس المنتخب بايدن قال وقال فريقه أنهم سوف يواصلون ضغط على إيران بشأن أنشطتها في الإقليم لأسيما دعمها للميليشيات في العراق والتي نفذت هجمات في الأيام الأخيرة ضد السفارة الأمريكية في بغداد طيب سيد باتريك مسألة نشر إيران لأسلحتها في الدول المجاورة لها هذا ما تحدث به كذلك مندوب الولايات المتحدة قبل قليل هل يعني ذلك بأن واشنطن ستناقش ملفات كانت ترفضها طهران في أي مناقشات فيما يخص الملف النووي الصواريخ الباليستية والتدخلات في الدول العربية سيكون جدير بالاهتمام ملاحظة السياسة التي سوف يتهجها بايدن فلدى الولايات المتحدة الكثير من المعلومات الاستخباراتية بشأن ما قدمته إيران للحوثيين في اليمن في اختراق لقرارات مجلس الأمن التي تحضر تسليح الحوثيين وكذلك تسليم إيران للأسلحة إلى حزب الله ونظام الأسد لكن حتى إدارة ترامب لا تريد أن تشاطر المعلومات لأنها سوف تكشف عن سبل جمعها سنرى كيف سوف يسلك أو يتصرف بايدن بهذا الشأن وأتوقع أنه سيكون هناك أولويات أخرى لبايدن فيما يخص الملف النووي الإيران طيب الاتحاد الأوروبي يتحدث بأن إيران امتثلت حتى الآن للاتفاق النووي رغم انسحاب واشنطن منه ضمن إدارة الرئيس دونالد ترامب هذا الموقف الأوروبي هل هو لجذب إيران إلى اتفاق أو توقيع اتفاق مع واشنطن بصيغة جديدة مثلا أو أن بالفعل الموقف الأوروبي متقدم تجاه طهران الأوروبيون يريدون أن يكونوا إيجابيين بشأن إيران وقال الاتحاد الأوروبي أن إيران انتهكت الاتفاق النووي بشأن قضايا عديدة وقالت إيران أنها سوف تفعل ذلك بسبب انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية لكن الأوروبيين يقولون كل هذه الاتحاكات يمكن العدول عنها أمل أن يتحقق ذلك لأن الكثير من الخروقات سوف تحتاج شهور كثيرة لا سيما تخزين كميات كبيرة من اليورانيوم المخص بعكس ما ينص عليه الاتفاق النووي وهناك خروقات لن يتم العودة عنها أطلاقا لا سيما فيما يخص البحوث النووية إذن الاتحاد الأوروبي يريد أن يتبنى موقفا إيجابيا على أمل أن يتم ربما العودة إلى الاتفاق من قبل الولايات المتحدة ليكون أساس لتفاوض بشأن اتفاقات جديدة بشأن الملف النووي طيب هل سترث إدارة ترامب أو إدارة جو بايدن أسلوب العقوبات الذي أغرق به الرئيس دونالد ترامب إيران أو أن الأمور تتجه نحو بلورة اتفاق جديد بمساعدة الشركاء الأوروبيين السؤال الكبير الذي يطرح هو مدى التزام بايدن بالعقوبات وتنفيذها فوجود العقوبات شيء وشيء آخر هو تنفيذ هذه العقوبات من المرجح فريق بايدن سوف يسمح لاستثناءات إنسانية أكثر ولسيما فيما يخص السلع المدنية وربما سوف يتفهم متطلبات التجارة مع إيران وتمويل هذه التجارة أن البنوك تخشى أي علاقات مع إيران بسبب العقوبات الأمريكية التي قد تجلب لها المشكلات إذا لم تحترم هذه العقوبات وطبعا رفضت بنوك تعامل مع إيران لهذا السبب وفريق بايدن ربما قد يسعى لتطمين البنوك بأنه يمكن أن تتعامل مع إيران بشأن المنتجات الإنسانية والمدنية الأخرى شكرا جزيلا لك من واشنطن البحث في معهد واشنطن باتريك كلاوسون على كل هذه الإضاحات حدث اليوم مستمر معكم وفيه أيضا وزارة العدل السودانية تقول إنها مستعدة للمثول أمام المحاكم الأمريكية لتبرئة ساحتها من هجمات سبتمبر مشاهدنا سيكون معنا بعد قليل معالي وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين مرحبا بك معالي الوزير ألف مرحب بكم ومشاهديكم الكرام سنكون معك بعد قليل معالي الوزير موسيقى 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 لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل لأربع وعشرين ساعة أصبحنا الحدث سنوات من العمل الإخباري في ساحة المحارك والأحداث معرحلات الهروب والخوف مشاهد أكبر من القدرة على التعبير صور لا تفارق الذاكرة ستطوى كعدتها جميع الصفحات لا يبقى إلا الإنسان أهلا بكم من جديد تبنى الكونغرس الأمريكي في ختام مفاوضات مضنية قانونا يمنح السودان حصانة من أي ملاحقة قضائية جديدة في الولايات المتحدة تتعلق بهجمات سابقة فيما يشكل آخر خطوة في اتفاق تاريخي أبرمه البلدان مؤخرا وينص القانون على إعادة الحصانة السيادية للسودان في الولايات المتحدة باستثناء القضايا التي ما زالت عالقة أمام القضاء الفيدرالي والمتعلقة بالاعتداءات التي وقعت في 11 سبتمبر 2001 وأعلنت وزارة العدل السودانية استعداد السودان للمثول أمام المحاكم الأمريكية للدفاع عن موقفه في قضية هجمات سبتمبر أمام المحاكم الأمريكية من أجل إثبات عدم علاقته بتلك الأحداث وبراءته من هذه الاتهامات وأكدت وزارة العدل السودانية أنه بموجب هذا التشريع سيحصل السودان على مساعدات مباشرة وغير مباشرة بمبلغ مليار ومئة مليون دولار أمريكي وهي مساعدات منفصلة عن مبلغ المليار الذي التزمت الولايات المتحدة بدفعه للبنك الدولي لسداد متأخرات السودان المستحقة للبنك وأضافت أن الخطوة تفتح المجال واسعا أمام السودان للتعاون الاقتصادي والمالي مع الولايات المتحدة والدول الأخرى بحرية من جهته هنأ رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك السودانيين بعد تمرير الكونغرس الأمريكي قانون الحصانة السيادية مشيرا إلى أنه سيؤسس إلى تقديم مساعدات تنموية ودعم مالي لبدء عملية الإعفاء من الديون مضيفا أن ذلك سيعزز مصالح السودان وسيساهم في ترسيخ الانتقال الديمقراطي في البلاد في هذه الأثناء أفادت مراسلة الحدث أن وزارة الخزانة الأمريكية ووزيرها على وجه التحديد ستيفن مونتشين سيزور الخرطون في السادس من يناير المقبل على رأس وفد يضم مسؤول الجيش الأمريكي في منطقة الخليج وشمال أفريقيا ونأب وزير الخزانة في زيارة تساغرق يوما واحدا وقالت السفيرة مها أيوب مديرة إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية بتصريح لوكالة السودان للأنباء إن وزير الخزانة الأمريكي سيلتقي بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين في وزارات المالية والري والشؤون الاجتماعية مشاهدين إذن كما نوهنا قبل قليل من العاصمة السودانية الخرطوم ينضم إلينا وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين مرحبا بك سعادة الوزير مبروك على السودان مسألة رفع اسم السودان من قائمة الدول الرعي للإرهاب وكذلك مسألة الحصانة السيادية في الولايات المتحدة كيف ستؤثر كل هذه الخطى على سودان ما بعد عمر البشير شكرا لك سيدي وشكرا لمشاهديك الكرام ستؤثر هذه قضعا في عوضة السودان إلى الحاضرة الدولية إذ أننا ولثلاثين عاما مضت قبل قيام ثورة ديسمبر المجيدة والتي نحتفل الأيام هذه بذكراها الثانية نحيي كل السودانيين ونحيي القيادة السودانية في بجلس السيادة الانتقالي وفي مجلس الوزراء على هذا الإنجاز الضخم ونقول لقد حق للسودانيين أن يحتفلوا بهذه المناسبة إذ أن السودان يتجه الآن إلى العوضة إلى الحاضرة الدولية وسنعمل جاهدين على أن نسدد ديوننا على السودان والتي أثقلت كاهل البلاد سندخل في شراكات من أجل محو هذه الديون وسنعمل معا على جلب الاستثمارات للسودان فالسودان كما نعلم بلد غني كان يدار بطريقة عشوائية في زمن العهد البيت ولكننا الآن مصممون على أن نستعمل كل ما في وسع هذه الحكومة لنفجر الطاقات السودانيين الشباب والنساء والشيوخ وكل السودانيين للعودة إلى العمل ورفع اسم السودان عاليا كما رفعناه من قائمة الدول الرعاية للرهاب طيب معالي الوزير قانون الحصان السيادية الذي حصلتم عليه اليوم من قبل الولايات المتحدة بقيت النقطة العالقة والتي يسأل عنها الكثير من السودانيين في مسألة ملاحقة ذوي ضحايا الحادي عشر من سبتمبر السودان في هكذا قضية ماذا تجهزون في هذا الملف نحن نعلم ويعلم الجميع على أن السودان لا علاقة له البتة بهجمات الحادي عشر من سبتمبر في عام 2001 إذ أن كل التقارير ومنها تقارير الكونغرس نفسه أثبتت أن لا علاقة للسودان ولا السودانين بهذا الشيء ولكننا فوجينا كما كان في العهد السابق أن هناك قضايا قد رفعت على السودان الأهم من كل هذا أن القضايا التي رفعت على السودان في ما يلي المدمر كول وما يلي تفجير السفارتين في تنزانيا ونيروبي قد تم الآن وبتوفيق الله وبالعمل والجهد المبذول تم الآن حصانة السودان ونحن في طريقة لنشط بهذه القضايا والغرامة المتوقعة من تلك القضايا قد بلغت عشر مليارات فاصل اثنين وهذه الآن في طريقها لنشط بعد هذا القانون وبذلك تبقى حوالي ستة قضايا رفعت على السودان منها خمسة قضايا في اعتقادي رفعت في بداية هذا العام من قبل الأمريكيين يعيشون في إسرائيل وذلك لأنهم يتهمون السودان بدعم حماس وغيرها وهناك قضية أخرى رفعت من قبل بعض البحار الذين كانوا في المدمر كول ولم يكونوا جزءا من التسوية السابقة التي تبت في شأن تلك القضية فهذه القضايا كما أعرف هي محل أو مناط التحاكم ما بيننا وبين أسر هؤلاء الطحايا وأن نعتقد جازمين بأن لدينا ما يبرع ساحة السودان من هذه القضايا وبذلك لا يجوز رفع أي قضايا أخرى ومستقبلية في هذه الأشياء على السودان وتكتمل السيادة الكاملة للسودان وحصانته من أي قضايا مستقبلية في هذا المجال أو في القضايا التي شطبت سعادة الوزير كيف تقيمون العلاقة مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن وكذلك قيام الولايات المتحدة بترفيع قنصلها في السودان إلى مرتبة سفير كل هذه التحركات إلى من تنسب ليس بالضرورة أن تنسب لأحد إنما تنسب لكل السودانيين هذه القيادة في حكومة السودان ممثلة في مجلس سيادة الانتقال ومجلس الوزراء قد عملوا جميعا بجهد كبير للوصول إلى هذه النتيجة كل هذا العمل تم والفريق الذي يحاور ويناقش في واشنطن كان يعمل ولازال لما يربع على العام كل السودانيين الذين صبروا وثابروا على مدى سنوات من حكم الإنقاذ الجائر والذي أوردنا هذه الموارد في الأساس كل هؤلاء حق لهم الآن أن يبتهجوا وأن يحتفلوا بهذا الانتصار العظيم فهو ليس لفئة أو لشخص محدد ولكن هي لجموع هذا الشعب الصابر الصامد والقيادة تهدي هذا العمل لكل السودانيين في الداخل وفي الخارج وكذلك لا ننسى الدور الكبير الذي قامت به الدول الصديقة والدول الشقيقة في مساندتنا وفي إثبات للعالم أن الشعب السوداني المسالم ليس شعب إرهابيا وأن هذه الحكومة التي جاءت بعد مخاض طويل وبعض تضحيات جسام هي حكومة لا تعرف الإرهاب ولا تمارسه بأي شيء كان طيب رئيس الوزراء سعادة الوزير يتحدث بأن كل هذه التحركات والاتفاقيات سواء مع الولايات المتحدة أو غيرها ستساهم في ترسيخ الانتقال الديمقراطي في الداخل السوداني هل نعرف كيف ستساهم كل هذه التحركات وكل هذه الإنجازات للشعب السوداني في مسألة الانتقال الديمقراطي كما يراه السودانيون لقد أنجزنا السلام وهو سلام سوداني وخالص أنجزناه وأمضينا الاتفاقية في الثالث من أكتوبر ومستحقات السلام تتطلب استحقاقات هذا السلام هذه من ناحية من ناحية أخرى لقد ورثنا اقتصادا متهالكا وعلاقات دولية مقطوعة أو شبه مستحيلة مع بقية العالم لقد ورثنا أيضا من النظام البايد مؤسسات مالية منتهية الصلاحية وأخرى لا تصلح لأن تعمل في عالم اقتصاد اليوم ونحن نتطلع الآن إلى العودة للحاضنة الدولية لنعمل معا وإذا ما أقلنا عثرة الاقتصاد وإذا ما رسخنا السلام ليصبح مستداما وينبع من قواعد الأهل في مناطق النزاع السابقة وإذا ما استطعنا أن نعود إلى الحاضنة الدولية ونجذب الاستثمارات لسودان فإن ذلك سيرسخ الديمقراطية في بلادنا فالديمقراطية إن لم تكن في بلاد تستطيع حماية أهلها وتوفير المتطلبات الأساسية لهم وتوفير الأمل للسودانيين أو لأي مواطن في أي بلد أن يسيروا قدما نحو مستقبل مشرق وضيء وملئ بالأمل وفرص الدراسة ورفع القدرات والكفاءات والعمل من أجل المستقبل فلن تستدام الدمقراطية في أجواء يتنازع فيها الأهل فيما بين بعضهم البعض ويترارى فيه الفقر والفاقة وتنعدم فيه مؤسسات التعليم والصحة فهذه كلها أعداء للدمقراطية نحن نتمنى أن نعمل بجد ونجتهد حتى تكون هذه المؤسسة على قدر التمنيات وأمال أهل السودان وننطلق بهم نحو المستقبل بإذن الله طيب سعادة الوزير قبل أن أنتقل إلى زيارة وزير الخزان الأمريكية إلى السودان في الآوين الأخيرة كثير من يراقب الملف السوداني يسأل مدى توحد البيت السوداني بمعنى أن المؤسسة العسكرية والحكومة بشقها المدني هي جسم واحد وبالتالي من الممكن أن يساعد هذا في المرحلة الحالية وفي المستقبل من أجل النهوض بالسودان نافل ما نقول من أن الوضع في السودان الآن وضع مستقر نعم هناك تحديات تجابه فريق الجناح العسكري وفريق الجناح المدني ونكون كاذبين إذا قلنا أن كل شيء على ما يرام هناك تحديات ولكن بيئة الإرادة وبآمال شعبنا ودعمه سنستطيع التغلب على هذه التحديات ففي كل بلاد العالم توجد هذه التحديات في الحكم فقد رأينا في أرسخ الديمقراطيات كالولايات المتحدة الأمريكية نتيجة الانتخابات الأخيرة قد أثبتت أنه ليست هناك وصفة للديمقراطية تعمل بلا إشكالات فإذا ما نظرنا إلى هذه ونظرنا من حولنا لكل الدول التي تعاني من إشكالات في نظام حكمها نرى أن السودان في وضع أفضل فقد أتت هذه الثورة بدماء غالية وبمهر عال دفعه كل السودانيون وإذا ما كنا سنعود للتشاكس ونترك وظيفة عودة الاقتصاد إلى العافية ووظيفة عودة الخدمات إلى أهل السودان ووظيفة توفير كل الأشياء الضرورية لهذا الشعب فلنذهب غير مأسوف علينا وليأتي آخرون يكونوا بمقدورهم أن يفعلوا ما حلمنا به وما حلم به هذا الشباب يوم مملؤ السوح وسالت دماؤهم وهم يهدفون حرية سلام وعدالة لذلك نقول أننا سنعمل ما وسعتنا الحيلة جميعا في كل هذه المؤسسات لنعمل في تناغم بإذن الله وزير الخزانة الأمريكي سيزور السودان معالي الوزير هل وصلتكم الأجندة التي سيبحثها المسؤول الأمريكي مع المسؤولين السودانيين؟ بالطبع هناك العديد من القضايا التي ستبحث في مثل هذه الزيارات ونعم تجري الآن التحضيرات لمستهد هذه الزيارة الكبيرة التي إن دلت إنما تدل على أن السودان في طريقه للتعافي وهذه ليست الزيارة الأولى والأخيرة لمسؤول بحجم سيد منوش للسودان فهناك زيارات أخرى ستترى في القريب العجل من مسؤولين ووزراء من دول عديدة ولكن من حيث الاستعداد والإعداد لزيارة سيد منوشين ووفده المرافق فإن الوزارات المعنية بالعمل معه في هذه الزيارة جميعها على قدم وساق تعمل لتقديم الأجندة التي من شأنها أن تجعل من هذه الزيارة الحدث شيئا ناجحا يعود بالفائدة على البلدين طيب مدى قربكم من السودانيين معالي الوزير في الحكومة الناس تريد أن تتلقى ثمرات جهودكم الدبلوماسية في مسألة لقمة العيش الأمور المعيشية في اليوم وكذلك الأمور الاجتماعية لك أن تتصور كما ذكرنا آنفا أن حكومتنا قد أتت وكانت الخزينة خاوية وكنا نصارع من أجل توفير لقمة العيش الكريم وتوفير الوقود للكهرباء وغيرها والآن بعد أن تمكننا من اجتياز عقبة رفع اسمنا من قائمة الإرهاب وأيضا نحن الآن نتمتع بحصانة السيادية الكاملة نقول أن الاستثمارات ستأتي إلى السودان وستنفرج الأحوال فقد بدأ أول الغيث وهناك مليار دولار قد ارتزم به الحكومة الأمريكية لدفع المتأخراتنا للبنك الدولي وذلك يفتح الباب للسودان لمناقشة إعادة جذولة الديون أو محو الديون في بداية برامج الهيبك وغيره من البرامج الأخرى وأيضا هناك هذه المليار فاصل واحد التي ستبدأ ب700 مليون دولار مباشرة للأسر الفقيرة ولدعم الحالة الصحية وهناك أيضا برامج أخرى من المعونة الأمريكية وغيرها ومن المؤسسة الدولية ولكن ما يهم في الأمر أننا نسعى في هذه الحكومة لإصطنهاض همم السودانين فنحن نرى أن مخزون الأكبر من ثروات السودان يكمن في الإنسان السوداني نفسه بالإضافة إلى ما حبان الله بي من أراضي ومن مياه وكنا تحت هذه القيود لا نستطيع الانطلاق بالبلد والآن بعد أن زالت هذه العقبات نسأل الله أن يوفقنا فيه أن تنطلق طاقات الشباب ونستفيد جميعا من السودانيين الذين هم في الخارج وفي داخل السودان ليأتوا إلى السودان ليستثمروا في بلادهم ويجلبوا معهم من يود الاستثمار وخلق شراكات فنحن لا نمد أيدينا لتسول المجتمع الدولي ولكن نقول أننا نصنع الشراكات التي ستعود بالفائدة على من يشاركنا في رفع حالة الاقتصاد في السودان وبإذنه تعالى سيشهد السودان في السنوات القادمة عملا كبيرا يعود بالفائدة علينا جميعا نعم في اختصاصكم معالي الوزير وزارة الخارجية ماذا حضرت من أجل سودان جديد بما يخص ملف العلاقات العربية أو حتى الدولية أشكرك على سؤالك فنحن في وزارة الخارجية انتظمنا في عمل اللجان التي عادت هيكلة وزارة الخارجية وأيضا عملنا بجد وجهد لنقوم بإعداد ملف السياسات الخارجية وقد وصلنا في ذلك المراحل المتقدمة وسيصدر هذا الكتاب الضخم الذي يحوي كل ما من شأنه حول علاقات السودان الثنائية بالبلدان المختلفة وعلاقته بالدول الجوار وعلاقته في الإقليم وأيضا هناك علاقتنا بالمؤسسات الدولية المالية منها والسياسية والدبلوماسية وأيضا لم نغفل بعض الثيمات المهمة كالتغير المناخي أو أمن البحر الأحمر أو الأشياء الأخرى التي لها علاقة ببرامج النهضة الشاملة في السودان وهذه ستنطلق كلها في فعالية واحدة أسمعناها بمؤتمر الدبلوماسية السودانية والذي سينعقد بإذن الله في الربع الأول من العام القادم ونحن الآن نجيز الهياكل والدعوات التي سنقدمها للأعديد من الأكاديميين والدبلوماسيين الذين يشاركون في هذا الحديث الضخم نعم شكرا جزيلا لك معالي وزير الخارجية السوداني المكلف سعادة الوزير عمر قمر الدين شكرا لك معالي الوزير على كل هذه التفاصيل شكرا إذن مشاهدين بالملف السوداني وما أتى عليه وزير الخارجية السوداني المكلف نكون قد وصلنا إلى نهاية الساعة الأولى من حدث اليوم بعد قليل ساعة ثانية لن نسمح لأحد بن يهدد بهدم الدولة هل يعني بن الكاظمي الآن في مواجهة مع مؤسسة تابعة للجهات الرسمية؟ على عراق الحالي لا يحتمل إلا أن يكون في حالة الحياة الهيجابي حضرتك مو رئيس مزراء متخب من قبل الجماهير مع مطلب الجماهير أن حكوم تكيح حكومة مؤقتة لا تختلق مواضيع وإذا صارت مواضيع لا تدخل بيها كيف يسمح لمجموعات حقيقة تحمل السلاح وتدخل إلى مؤسسات الدولة؟ هذا هو الواقع الآن الميليشيات تحدد مسؤوليات وصلاحيات رئيس الحكومة هناك سريقة أموال الشعب القتل الضائفية التبعية لدولة إجنبية وكانت العملية الأمنية في بغداد أصفرت عن ضبط منصة من 23 صاروخة كاتيوشة كانت مهيئة لإطلاقها على المنطقة الخضراء نحن على طريق بناء بلدنا وأمامنا مستقبل يجب أن نبني لأطفالنا البداية كانت حدثاً هو الأضخم في العقود الأخيرة الانطلاقة كانت حدثاً هو الأسرع في تاريخ شبكات الأخبار العربية كيف أصبحنا الحدث؟ ببساطة كنا هناك أين كان الحدث؟ أينما كان وقت ما كان كنا فعلياً هناك على الأرض في موقع لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة لأننا ننفرد بالوجود في بس إخباري متفق لأربع وعشرين ساعة لأننا نطرح الأسئلة الأدق للحصول على إجابات أكثر دقة أصبحنا الحدث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر خروج السودان من قائمة الدول الرعية للإرهاب الشعب السوداني ليس إرهابياً ولا يمارس الإرهاب ولكنه حكم بالنظام يعاضب الإرهاب الشرط باسم السودان دي فيفتح لنا أغاق كثيرة جداً هل هناك ما يدور في الأرواق أن ربما رفع سودان من قائمة الإرهاب هو مقدمة للتطبيع مع إسرائيل؟ المسألة ما زالت يحفظها الكثير من الجدل داخل ترويكا الاتقال في السودان داخلياً ما ردت الفعل على إمكانية تسليم البشير مثلاً إلى الجنائية الدولية ملايين الضحايا انتظروا من الحكومة السودانية إنها هي تلتزم بتعاقداتها السوداني يطالب بأن يصدر تشريع من الكونغرس يعيذ للدولة السودانية حصامتها ضد المقابات يجب أنه لا يزداد الشعب فقراً ولا يزداد ألماً وإنما نقوم بالإصلاحات بطريقة تدريجية حتى لا يعاني الشعب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قوات الأمن تطلق عملية لمطاردة مطلقي الصواريخ على المنطقة الخضراء والعملية المشتركة تتحدث عن استراتيجية مختلفة قصتنا ثانية من إيران وفي تفاصيلها مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة ملف إيران النووي الاتحاد الأوروبي تعهد برفع العقوبات وواشنطن تطالب بعزل النظام قصتنا الثالثة من السودان وناقشنا في تفاصيلها الكونغرس يحصن الخرطوم من الملاحقة القانونية حمدوك متفائل بالتنمية ووفد أمريكي رفيع يزور سودان أول يناير قصتنا الرابعة من سوريا وسننادش فيها واشنطن تفرض عقوبات على كينات وافراد موالين للنظام السوري البنك المركزي على رأس القائمة وطاولة المفاوضات مشروط ساعتنا الثانية نبدأها من العراق إذ من المرتقب أن يشهد بحسب مصادر حكومية عجزا في الميزانية بأكثر من 43 مليار دولار بعد موافقة مجلس الوزراء على مسودة الميزانية للعام القادم في ظل أزمة اقتصادية ومالية حادة تعيشها البلاد بسبب تهاوي أسعار النفط الخام والذي يمول 95% من ميزانية البلاد في الموازاة مع ذلك قال مستشار اقتصادي في الحكومة إنه على الرغم من الموافقة على الميزانية التي بلغت 103 مليارات دولار قبل إحالتها إلى البرلمان من أجل حصولها على الموافقة النهائية من البرلمان العراقي وإن نزاعات بين الحكومة وحكومة إقليم كردستان بين بغداد وأربيل ما زالت بلا حل بسبب صادرات النفط الكردية وكذلك بسبب ديون الإقليم وزاد كذلك البنك المركزي السبت سعر بيع دولار للبنوك سعر صرف العملة إلى 1460 دينارا سعيا منه لسد فجوة التضخم في ميزانية 2021 رغم تطمينات رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي للشعب العراقي من أن موازنة 2021 التي أقرها مجلس الوزراء لن تؤثر على الطبقة الوسطى ومرتبات الموظفين إلا أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار رافع معه أسعار البضائع والمواد الغذائية بشكل كبير موازنة جاءت بأرقام كبيرة 150 نتريليون عجز 63 نتريليون كانت السبب الأساسي في فتح باب الانتقادات سواء كانت من الخبراء أو من قبل الكتل السياسية الخصم بعض القوى السياسية وأذرعها الإعلامية المتورطة بالفساد والمناوئة للكاظبي وجدت في سياسة الإصلاح المالية التي تنتهجها حكومته فرصة لتحريض الرأي العام ضدها والله مناشدتنا للحكومة هي وضع صورة حل هاي الناس يعني القاعد يعني يطايحها برأس الأبرياء برأس الفقير الأسعار كلش صعدت بالسوق يعني المواد الغذائية صعدت صارت أغلى من سعرها سعر الجيغاير صعدت سعر يعني كلها صعدت يعني المواطن أول الضحية للأفعل سعر الدولار هو المواطن سعر الدولار أثر على دخل المواطن الفقير يعني أقل المواطن صعدت بعد مصادقة مجلس الوزراء على موازنة عشرين واحد وعشرين باتت الكرة الآن في ملعب البرلمان الذي تعترض بعض الكتل فيه على أغلب فقراتها من بغداد منتظر رشيد الحدث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من بغداد ينضم إلينا نائب رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي مثنى السام الرائي مرحبا بك أستاذ مثنى نريد أن نستطلع منك فيما إذا كانت هناك إجراءات حكومية لتلافي مسألة العجز المتوقع بعد إقرار الميزانية شكرا لقناتكم الكريمة لحضرتك وقناتكم الكريمة أهلا وسهلا عفوا سؤالك شنو كان عفوا؟ سؤالي فيما إذا كان هناك إجراءات يمكن من خلالها الحكومة أن تسد ثغرة العجز في الميزانية من أجل أن ينهض العراق ويشعر العراقي بأن راتبه سيصل إليه طبعا ممكن أن هناك حزمة من الإجراءات والإصلاحات التي ممكن أن تتخذها الحكومة وتم النقاش مع الحكومة على هذه الحزمة والإصلاحات من خلال ورق البيضاء التي استلمت من قبلنا في اللجنة المالية من قبل فترة والنقاشات والاجتماعات المستمرة مع الحكومة كانت وأخيرها مع السيد رئيس الحكومة ووزير المالية والتخطيط ومحافظة البنق المركزي وأعظام من اللجنة المالية وتم النقاش بعدد من تفاصيل حزمة الإصلاحات المقترحة من قبلهم ومن قبل اللجنة المالية من قبلنا لكثير من التفاصيل منها زيادة الواردات وتعظيم الإرادات وتقليل النفقات والنقطة الأهمة التي كانت مقترحة من وزارة المالية برفع سعر الصرف من وجهة نظرهم السعر المحدد من قبلهم اللي هو الـ 1450 يتوقعون من عنده أنه حيكون بزيادة أو دعم للصناعة الوطنية وباقي الفقرات من خلال ارتفاع سعر صرف الدينار انخفاض سعر صرفه يعني يكون 1450 انخفاض قيمته بمعنى هاي النقاط الإجراءات اللي من عندهم كانت ومسودة التي سربت من الموازنة المسودة التي سربت من الموازنة اللي بها بعض الإجراءات كانت الضريبية وكذا ما أعلنوا اليوم السادة الوزراء أو مجلس الوزراء على بعض التغييرات على هذه المسودة لم نطلع على المسودة النهائية التي أرسلت لمجلس النواب لم تستلم من قبلنا لكون المجلس في حطلة أتوقع يوم إن شاء الله أول بداية الدوام بعد كم يوم حيكون عندنا اطلاع على هذه الموازنة طيب سعادة النائب نوقشت مسألة العجز داخل قبة البرلمان يعني البعض يتخوف من أن الإجراءات الحكومية من الممكن أن تطال العراقيين الشعب العراقي بشكل مباشر من أجل سد هذه الثغرات هل هذا الموضوع وارد يعني عندما يستمع اليوم إلينا العراقيون هل من الممكن أن يطمأنوا بأن كل الإجراءات لن تصب إلا في مصلحتهم والله مع الأسف بشكل واضح أتكلم وصريح أن الإجراءات التي تأخذت كنا نتمنى أن تكون بشكل مختلف وأن تكون هناك رؤية اقتصادية واضحة من قبل السيد وزير المالية والحكومة وبناس تراتيجية حقيقية صحيح هناك مشاكل متراكمة من الحكومات السابقة عكسة بظلالها الظرف الموجود حرب داعش الظروف الموجودة التي ترتبت على بلدنا مع الأسف انخفاض سعر النفط وريعنا نفطي كل هذا أنا أقدرها وأفهمها لكن لا يوجد رؤية حقيقية أو استراتيجية نهجتها وزارة المالية بشكل واضح أو مشت على خطة وتم النقاش مع السيد وزير المالية من قبلي أثناء وجود السيد رئيس الوزراء والسيد وزير التغطيط ومحافظ البنق المركزي وأعظام اللجنة المالية واقترحت عليها مقترح أن يكون سعر الصرف ثابت باقي على 1190 والفرق اللي مقترح من قبل لغاية 1450 وعلى فكرة وكان طارح 1600 وتم النقاش أن هذا الرقم مبالغ بي 1450 واقترحت أن يكون هذا الفرق هو ربح لمزارة المالية ويتم بيع الدولار بسعر 1190 اللي قطاع الحكومي وقطاع الصناعي والزراعي والتزامات التعاقدية للعراقيين الموجودين اللي لهم ظل أصحاب الشركات العراقيين اليوم اللي موقعين عقود مع محافظات لكل المحافظات عند تنمية تقاليم ومشاريع وعدهم أعمال مع الدولة بها التزامات مالية كبيرة عبقهم إذا بدون هاي التنمية الاقتصادية اللي موجودة ديمومة العمل البسيط اللي موجودين لباقي الناس عندنا أربع ملايين ونصف موظف البقية موظفين بين فلاح بين عامل مين يجي إيراد كل هاي المشاريع اليوم راح تتوقف بشكل واضح وأعتقد لا يوجد أحد مستعد أن يستمر بعمل ووجد هذا الفرق أكثر من 18% إلى 20% من الفروقات انهيار بالقطاع المصرفي خطة كانت مع الأسف من وزارة المالية يحتاج له خطوات إصلاحية قبل أن نمضي بسعر الصرف زيادته تسألني زيادة سعر الصرف واجبة نعم أنا مقتنع بزيادة سعر الصرف لكن مو بهذه الطريقة مو أن تسرب الأشياء وتسرب الموازنة وكل الناس تعرفوا أنها هيصر زيادة لازم يكون هناك قرار حكومي في وقت محدد تنهج الدولة بنهج إصلاحات قبله وعن يكون هناك تنسيق مع البنك المركز بتوفير سيولة من الدينار العراقي والدولار وإجراء إصلاحات معينة ثابتة واضحة تنعكس هناك تنمية في القطاعات تكون من قبل مبادرات من الحكومة زيادة مبالغ المدفوعة للضمان العمل الاجتماعي باقي الأشياء فرص يكون هناك فرص موجودة تنموية تتطور من خلال البنك المركزي بمبادرات اسكانية وغيرها هذه الأشياء تنأخذ الخطوات ويتم زيادة مع الأسف ما تم اليوم تم زيادة السعر وبالحقيقة السوق إذا نباوع البنك المركزي 1450 بينما السعر المتداول للدينار بالسوق أقل 1400 في بغداد تقريبا وأقل في الإقليم ما يعني أن هذا مسعر الحقيقي للدينار صار بسبب الإجراءات التي كانت غير مدروسة من وزارة المالية بشكل الخطة الموجودة سعات النائب اقترحتم على الحكومة أو على وزارة المالية تفتح الملفات خاصة فيما يتعلق بمسألة الفساد في الداخل العراقي البعض يقول بأنه إذا رجعت أموال العراقيين المنهوبة من بعض العراقيين ومن بعض ساستهم سيكون الأمر مختلفا يعني هذا بالعكس أكيد أن هذا الموضوع إذا يفتح الملف وإذا أكو أرقام موجودة وشيء على وزارة المالية يكون لجنة خاصة ملف الاسترداد بيها وأن تكون وزارة المالية ما قدمت أرقام واضحة لهذا الشيء من خلال تتبوح هذا الموضوع وهي اللجنة مرتوبة بصدوق الاسترداد مرتبطة بوزارة المالية ولجنة خاصة شرعنا قانون إلا في مدنس النواب وبها من النزاهة ومن جهاز المخابرات ومفاصل الدولة الأخرى يعني أعتقد أنه لو نعطينا فد رقم محدد بالاجتماعات أو شيء واضح أقدر أجاوبك بي هذا الموضوع ونعطي أولويته بس قلت لك أكو قانون خاص بهذا الموضوع المشكلة أكبر من هذه القضية اليوم ما موجود بالضرر على المواطن البسيط على اللي ياخذ راتب نتائجها عليها ستكون كبيرة فرق المواد اليوم السلع اللي موجودة بالسوق حتى إذا تحسب نسبة الزيادة بسعر الدولار مع الزيادة اللي موجودة إلها بالأسعار اللي موجودة بمفردات البسيطة الغذائية راح تجد الزيادة أكثر من 40% اليوم ماكو ثقة أصبحت لدى المواطن ودى التاجر ودى المحل البسيط ما عنده ثقة أن يحول العملة اللي عنده عنده كتلة نقدية بالسوق كبيرة مشاكل كثيرة يعني مع الأسف حدثت بسبب هذا التغيير طيب من وجهة نظرك سعادة النائب هل ستمرر الميزانية التي أقرت المسودة من قبل الحكومة العراقية داخل قبة البرلمان وفق ما تسرب إليكم حتى هذه اللحظة يعني أكو بعض الأشياء سماعتها هي إيجابية ضمان وعمل الاجتماع الزيادة مالتها المنحة طبعا ما حتحقق طموح الموجود أو بعض الإجراءات الموجودة به يعني لازم نطلع على تفاصيل الموازن نستلمها ونقراها حتى تكون دقيق وياك بالإجابة مالتي يعني أكون عندي جواب أقدر أحدد من خلال ما موجود بس قناعتي أن السادة النواب والنجنة المالية يسعون لإقرار الموازنة لأن الموازنة بها ضمان للاستقرار في جميع مؤسسات الدولة والمحافظات تبقى الإشكالية الرئيسية التي موجودة على بعض النقاط ممكن حلها موصعب وأتوقع سوف أتمر في مجلس النواب إن شاء الله طيب سعد النائب العوائق أمام نمو الاقتصاد العراقي والتي ترونها أمامكم بأنه كل هذه عوائق لا تقدم عجلة الاقتصاد إلى الأمام العوائق الرئيسية أولاً عندنا مشاريع قررت من قبل وزارة التخطيط في الفترة السابقة أكثر من ستة آلاف مشروع في المحافظات جميعاً والحكومة الاتحادية يجب أن يكون هناك برنامج استمرار بالأولويات لهذه المشاريع ومن عدمه وإيقافه وأكد دراسة من قبل استنوزير التخطيط منتناقشنا وياه على هذا الموضوع الرجل قال أنه يكون دراسة سيقدمنا فأتمنى أن يكون هناك دراسة مستعجلة بهذا الموضوع وتحدد الأولوية للمشاريع الستراتيجية والمشاريع اللي مضرورية أو نسبة اندثارها قليل إذا استمروا بيها يكون ضررها أكبر وتحدد أولوياتها بخدمة المواطن هذا واحد الثاني الدولة أن ترسم سياستها الدولة أن تحدد دعمها للقطاع الزراعي شنو الدعم اللي موجود هل دعمنا إحنا للمواد الأولية اللي تدخل بالزراعة أو للمنتوج اللي يطلع من ناتج الزراعة ميسر الدعم للفقرة يوم ندعم اليوم الأسبدة ونشتري المحصول للناتج ميسر لازم الدولة تحدد شنو الدعم إليه موضوع الصناعي الدعم إليه حماية المنتوج الوطني شي لقى اليوم هذا الزيادة اللي صارت بالسعر الموجود أكو عندنا مبالغ إداعات موجودة للقطاع المصرفي القطاع المصرفي نضرب هاي الطريقة ما يشاع أنه يكون الناس استغلت كذا ربما يكون شخص أو شخص يستغلوا هاي القضية على حساب مصلحة المواطن لكن هذا قطاع يجب أن يكون إلى داعم وديمه وجميع القطاعات منها الصناعية والزراعية يجب أن يكون هناك رؤية واضحة من الحكومة لدعم هذه المؤسسات هؤلاء عراقيين يعملون داخل بلدهم وحطين أموالهم بداخل البلد ما ممكن أن الدولة اليوم هي واجبة البنك المركزي والحكومة هي مو منظمة رابحة أو شركة داتورباح هي واجبة أن تدعم هذا الاقتصاد وتنمي الاقتصاد بالبلد وترعى هؤلاء المواطنين حتى تصير هناك تنمية بالبلد صناعة زراعة تجارة ويكون هناك قدرة المواطن يكون دخل أكبر إذا ما دعمنا ذنين شنون راح يكون هناك استقرار بالبلد فالقضية يحتاج لأن يكون قرار جريء من الحكومة ومتابعة للأشياء وترسم سياسة واضحة مثلا الورقة البيضاء اقترحنا على السيد الوزير المالية من ضمنها قانون الاقتصادي يضمن الورقة البيضاء ويقر مستعدين أن نطرح في مجلس النواب ويقر ويصبح قانون ملزل للحكومات المتعاقبة المشكلة أي حكومة تأخذ قرارات تأخذ الحكومة التي بعدها تغير هذه القرارات يعني لا يوجد خط بسار واضح ورؤية استراتيجية للمستقبل الاقتصادي ببلدنا طيب ساعة النائب مسألة أربيل وحصة الأقليم من الميزانية هل حلت؟ هل تناقشتم فيما بينكم مع زملاء لكم من النواب في أقليم كردستان من أجل حلحلة هذه القضية؟ لا أنا حضرت جميع الاجتماعات تقريبا أقدر أقول وكان عندي زيارة بالفترة السابقة إلى الأقليم السيد التقيت بالسيد مسرور والسيد قباد والحكومة في الأقليم وتم النقاش على جميع الفقرات الأخوة بالأقليم لهم ملاحظاتهم وبعض المشاكل المتراكمة الموجودة والحكومة الاتحادية أيضا ومجلس النواب إلى وجهة نظر فيه هذا الموضوع لشعبنا يجب أن يحل هذا الموضوع بطريقة العقل والمنطق بين الطرفين لا يمكننا اجتزاء موضوع الأقليم من بلدنا وموضوع حل لا ممعقد والأخوة الآخر شيء رئيس الوفد السيد نائب رئيس الوزراء السيد قباد اجتمع ويانا والتقينا مع الحكومة بحضور السيد رئيس النواب والسيد رئيس الوزراء وتم النقاش مع الأقليم وطرحت على موضوع القانون الأخير اللي صار موضوع قانون الاقتراض بالشروط اللي موجودة بي قد أصبح قانون هذا ويجب أن نمضي بتطبيق هذا القانون وراء تاريخ 31-12 ممكن الرجوع على قانون الإدارة المالية واسترف واحد على 12 مثل ما موجود بالقانون حل القضية موضوع تسليم النفط وسومه تفاصيل فنية يقعد فريق فني والأخوة في الإقليم لاحظت هذا الموضوع أنه أكو جدية من عدهم لحسم هذا الملف بصورة كبيرة والحكومة أيضا أبدت الاستعداد بحسب هذا الملف أرجع ساعة النائب إلى ملف الفساد البعض يربط كل مشاكل العراق يعني أو أغلب المشاكل كي لا نعمم بمسألة ملفات الفساد التي لم تفتح دائما يتحدثون عن شخصيات في العراق فاسدة نهابت الكثير من الأموال والبعض منهم الآن في مناصب حكومية ولم تفتح ملفات الفساد تجاه هؤلاء كيف يمكن معالجة هذا الملف كيف يمكن فتحه من أجل استفادة العراقين موضوع ملف الفساد ملف شائك وإذا ما تكون هناك إرادة حقيقية من جميع القوى السياسية بفتح هذا الملف أعتقد لن يكون هناك أجراء حقيقي به أكو بي بعض خصومات سياسية تنتقل عنها محقيق ما يكون واقعي وأغلبا أكو بي صحيح أكو قضايا كبيرة ومهمة يحتاج لها مراجعة ويحتاج لها عمل لكن يجب أن يكون القرار مجتمعين جميع القوى السياسية لتتخذ هذا القرار بفتح هذا الملف والإجراء الإصلاح الحقيقي به طيب يعني نتوقع في الأيام المقبلة في ظل أزمة اقتصادية الناس تبحث عن رواتب أنه بالفعل ستقود كل هذه الظروف الاقتصادية إلى فتح ملفات فساد كبرى في الداخل العراقي ساعتنا يعني هاي إجراءات مناطبة هيئة النزاهة واللجان المشكلة وباقي الأقسام الموجودة المعنية بهذا الملف وأعتقد أكو إجراءات متخذة كثيرا من الحكومة قامت بها الحكومة الحالية وهي إجراءات جيدة نشد عليها وأتمنى أن كل جهة رقابية ديوان الرقاب المالية هيئة النزاهة أن تأخذ دوره الحقيقي في هذه الملفات تحركت خلال الفترة الماضية بحسب علمك والمعلومات التي تصلك ساعة النهاء الأستاذ المثنى لجنة النزاهة أقصد طبعا قامت الحكومة قامت قامت الحكومة بإجراءات وشكلت لجنة ونسقت مع مجلس القضاء وباقي جهات الموجودة الحكومية ومجلس النواب دعم الإجراءات التي تأخذوها وهيئة النزاهة واللجنة البرلمانية اللي موجودة عندنا متابع أيضا الموضوع لكن هذا الملف حتى تكون دقيق من اختصاص لجان أخرى مو اللجنة المالية متابع كنائب موجودة تابع هذه الأشياء لكن بشكل دقيق تفصيلي ما عندي طيب السؤال الأخير فيما يخص الرواتب يعني في الأيام المقبلة والأشهر المقبلة باعتباركم في اللجنة المالية الرواتب الرواتب يعني أكيد راح توزع يعني موجودة ما يكون مشكلة يكون عندنا مبالغ موجودة من خلال الموارد النفطية اللي موجودة الريع النفطي اللي موجود وباقي المبالغ هي من خلال قرار الموازنة راح تؤمن إن شاء الله فماكو مشكلة اعتقد بالرواتب لن تكون هناك مشكلة إن شاء الله شكرا جزيلا لك من بغداد نائب رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي سعادة النائب مثنى السام الرأي حدث اليوم مستمر معكم وفيه أيضا الرئيس التركي غير راض عن أداء وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية ويطالبه بإبلاغه مسبقا قبل أي قرار يتخذه ترجمة نانسي قنقر 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 لأننا ننفرج بالوجود في بث إخباري مقتصل لأربع وعشرين ساعة لأننا نستطيع أن نطرح الأسئلة الأداء للحصول على إجابات أكثر دقة أصبحنا الحدث اشتركوا في القناة أهلا بكم جديد على نوزيره الخارجي الأمريكي ماك مومبيه وأن بلاده فرضت عقوبات على ثمانية عشر فردا وكيانا لدعمهم آلة الحرب للنظام السوري مؤكدا وقف واشنطن إلى جانب الشعب السوري ودعمها لطريق السلام المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254 يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني أنها فرضت عقوبات جديدة على سوريا تستهدف البنك المركزي السوري وأدرجت عددا من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء وأشارت مصادر الحدث إلى أن والد زوجتي رئيس النظام السوري أسماء الاسد على رأس قائمة الأفراد المشمولين بالعقوبات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على بعض الشخصيات الموالية للنظام السوري كيف سيؤثر ذلك على مسألة المنظومة السياسية الحاكمة في سوريا بأن تثنيها عن ممارسات ضد السوريين لا هو الحقيقة يعني العقوبات الاقتصادية نادرة ما تؤثر على علاقة الشعب السوري بالحكومة السورية النظام السوري لا يعبئ كثيرا بمسألة معاناة السوريين فالضغط الاقتصادي موجود على كل حال ولا أعتقد أن العقوبات ستثني النظام السوري عن أي إجراءات عسكرية يأخذها الحقيقة العقوبات الجديدة أهم فيها هو العقوبات على المصرف المركزي السوري أما العقوبات الشخصية فاعتاد النظام عليها لكن أعتقد العقوبات على المصرف المركزي السوري هذه جديدة وتوعد بها قانون قيصر والحقيقة تنفيذها كان اليوم هذا الحقيقة سيكون أشد أنواع العقوبات على النظام السوري نفسه طيب كيف ستؤثر عقوبات على البنك المركزي السوري إذا كان هذا البنك بالأصل يعني مسألة التعامل مع الخارج هي مسألة لم تعد كما كانت قبل 2011 صحيح لكن فرض العقوبات على النظام المصرفي المركزي السوري معناها لا يمكن لأحد في العالم من البنوك أن يتعامل مع ذلك المصرف يعني ليس فقط المصرف كل من يتعامل مع مصرف السوري المركزي يعني لو فرضنا هناك ستة دول عربية لديها لا زالت علاقات مع النظام الاقتصادي السوري مع النظام السوري لا تستطيع بنوكها المركزية أن ترسل أي معونة إلى المصرف المركزي السوري لأنه تحت طائلة العقوبات المسألة الأخطر هو وجود البنوك الخاصة في سوريا هناك أكثر من 11 بنك خاص موجود داخل سوريا هذه البنوك أصولها يعني مركزها الرئيسي خارج سوريا أعتقد سيكون هناك إرباك كبير بحق وجودها داخل سوريا لأنها بطبيعة الحال مصارف مرخصة من البنك المركزي السوري فأعتقد أنه سيكون نشاطها في المرحلة المقبلة بأقل القليل وستحاول أن تنسحب من السوق السوري فورا لأن هذا يعرضها إلى مخاطر وخاصة المصارف اللبنانية طيب مسألة فرض هذه العقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هل هو شكل يشبه ما تفعله واشنطن تجاه طهران بمعنى أنه لإجبار الحكومة السورية على التفاوط وإجبار النظام على القبول بشروط 2254 القرار الأممي؟ هو وزير الخارجي الأمريكي قالها بصراحة أن هذا من أجل الدفع للحل السياسي وتطبيق قرار 2254 لكن حقيقة هي رسالة للروس لأن الروس عمليا هم صانعي القرار في سوريا أنكم إذا أردتم إعادة أعمار سوريا وتريدون البقاء في سوريا وتريد الشركات أن تأتي وتساعدكم على إعادة أعمار سوريا ويعني تجنون بعض الثامرات من التدخل الهائل خلال خمس سنوات عليكم أن تدفعوا بحل سياسي وأن تلزموا وترغموا النظام على الذهاب إلى حل سياسي وإلا فإنه لا يوجد شركة في العالم سيمكنها أن تدخل إلى السوق السورية ولا حتى الدول التي لديها ممثليات أو سفارات داخل سوريا لأن سيعرضها أشد العقوبات بالمناسبة العقوبات التي اقترحها الكانغرس مؤخرا هي الحقيقة تسد بعض الثغرات في قانون قيصر وخطيرة جدا هي ذكرت بالأسماء ستة دول عربية تتعامل مع النظام السوري وأن أي تعامل قادم سيكون تطبيع العقوبات عليها أيضا يعني المسألة أخطر مما يتصور بعض أنه هي فقط عبارة عن مصرف وهو عليه عقوبات هذه العقوبات تضع عقوبات على من يتعامل مع المصرف وليس فقط عليه هو نفسه فالمسألة ستكون الحقيقة شائكة أكثر بالنسبة للسوريين والحكومة السورية ستخرج من الحياة العامة الاقتصادية بشكل أكبر وأكبر ويعني لا يمكن لأي طرف أن يساند المصرف المركزي إلا إذا جاب كاش بالطيارات وعطاهم كاش للحكومة لا يوجد أي طريقة أخرى لدعمها طيب انعكاس ذلك على مسألة سعر الصرف وتدهور الليرة سيكون أكبر المسألة تخص السوريين تخص لقمة العيش ستكون الأمور المقبلة أمور أكثر قسوة دكتور أسامة؟ أعتقد أنها ستكون أكثر قسوة لأنه تجفيف المنابع وصول العملات الصعبة على دول التي تساند النظام السوري يعني الآن بعد مرسوم الثلاثة الذي وقعه بشار الأسد في جانوري 2020 وبعد صراعه مع رامي مخلوف ووضع الآن أسماء الأخرس هي وعائلتها كلها وكل من يتعامل معها وكل من سهل يعني هم وضعوا على سكرتارية القصر عقوبات لأنها تسهل لأنها تؤخر العملية السياسية هي وأسماء وسواها المسألة معقدة أكثر بهذا الوضع خف النشاط الاقتصادي جدا ووضع الصرفين بالسجن وسمحها لبعض الصرفين بالعمل فانخفض النشاط الاقتصادي أصلا فلذلك منشأ حتى استقرار سعر الصرف اليوم على 2870 ليرة سورية تقريبا يعني 2890 قارب 3000 ليرة سورية مرة أخرى كان ممكن أن ينهار أكثر من ذلك بكثير لكن السبب انخفاض الطلب الكلي كله انخفض يعني بسبب الصراع الداخلي وقد قال بشار الأسد نفسه قال أنه قانون العقوبات قيصر لا علاقة له بالوضع الاقتصادي المتردي إنما هو نفسه أرجعه لسببين قال الفساد ووجود أموالنا في لبنان هو قدر 20 إلى 40 مليار معناها الضغط شديد جدا وخاصة الآن على المصارف اللبنانية التعامل مع المصرف المركزي السوري ووقية المصارف السورية وأعتقد قريبا معظم المصارف الخاصة ستفكر جديا بإغلاق مكاتبها في سوريا منا أتوا ينضم وانضم إلينا لمناقشة الملف الاقتصادي السوري المستشار الاقتصادي دكتور أسامة قاضي شكرا لك يا دكتور كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ وزير داخلية حكومة الوفاق في ليبيا فتح باشاغة أبلغه رفضه للجهود التي يقودها منفردا وطالبه بإبلاغ أنقرة بتحركاته وبالتنسيقات التي يقوم بها وأنه شدد على رفض تركيا تام تنسيق وزير داخلية الوفاق الليبي مع باريس وأكدت المصادر وجود خلافات كبيرة بين فتح باشاغة وأنقرة وأن وسطاء تدخلوا لحلها بعدما كانت أنقرة قد رفضت استقبال باشاغة إلا بعد تقديم أجوبة مقنعة عن زياراته الأخيرة خارج ليبيا وأضافت المصادر أن هناك خلافات كبيرة بين مستشارين عسكريين أتراك وزير داخلية الوفاق وأن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج يقف وراء محاولات تخفيف وتقليص صراحيات ونفوذ فتح باشاغة حتى أن مجموعات مسلحة ليبيا وافقت على مساعي السراج بشكل سري لدمج بعض الميليشيات ولإبعاد أخرى ووسط هذه الإجواء أكدت المصادر أن تركيا طلبت بتوقيع اتفاق مع حكومة الوفاق يشمل عدم إلغاء أي اتفاقية موقعة معها في حال رحيلها وتحديدا العسكرية وتجارية من القاهرة نضم إلينا الباحث السياسي والاستراتيجي الليبي محمد الأسمر مرحبا بك يا أستاذ محمد إلى أي حد بالفعل الشرخ كبير ما بين فتح باشاغة وأنقرة بمعنى أن الأمور تسير باتجاه تشكيل باشاغة الجبهة مناهضة للسراج ومناهضة لأنقرة أهلا وسهلا مرحبا نحياكم الله ذات السؤال كان يطرح في نهاية شهر أغسطس عندما استدع فايز السراج باشاغة للتحقيق وتوقيفه دريع ممارسة مهامه وهو كان بتركيا كان تدخلا تركيا وأصبح المؤشر هل تقف تركيا بصف باشاغة ضد السراج وبالتالي فأن البوصلة التركية لا تقف في صف أحد بينما تقف مع مصالحها تغلب جانب على الآخر وفقا للرؤية العامة ومجريات الأمور والمستجدات المتسارعة على الأرض الليبية الآن هناك توازنات جديدة تخشى منها تركيا أن تكون ضد ترتيباتها والميليشيات التابعة لها باشاغة وزيارته في القاهرة أكتوبر ونوفمبر إلى فرنسا ألقت العديد من الضلال على مجريات الأمور ما بين الأتراك وما بين باشاغة ولا ننسى أنه حليف مهم جدا حتى في أثناء العملات العسكرية أنه كان مفوضا لتلك الزيارات وصفقات السلاح التي بدأت من معرض السلاح في الثالث من شهر مايو 2019 ولكن الآن الترتيبات الجديدة حقيقة هو تقليل وتقليص قدر الإمكان القوة المؤججة التي يمتلكها باشاغة من مصراتا إلى ضواحي طرابلس وأنحائها المحيطة بها منذ محاكمته الشهيرة في مطلع سبتمبر إلى مجموعة من التحركات شهدناها الآن الضغوطات التركية تأتي بالتوازي مع إعادة تحالفات جديدة بعد عودة قادة ميلاشيوين إلى طرابلس وعلى رأسهم هيتم التجوري الذي فور عودته أصبح ينظم تحالفات بتنسيقات تركية موالي لفايز السراج ضد أخرى موالي لباش آغا وسحب قوة الردع من تبعية باش آغا في قرار من فايز السراج وعطأها صلاحية بمستوى جهاز المخابرات العامة من ناحية الاستقلالية الإدارية والمالية وأيضا المهاية والمرتبات والصلاحيات بالتالي على كل حال الآن الأتراك يوجهون مجموعة من الإجراءات إذا لم يرضخ باش آغا وقام بتنفيذها سيفقد الحليف التركي لشك خاصة أن تحالفات قد قام بها وتقطعات في الداخل إلى أي حد يا ساذ محمد بعض الدول في الخارج إلى حد الآن لم تأتي أكلها طيب إلى أي حد فتح باش آغا بحاجة التحالف مع تركيا في الوقت الذي يحكى بأن الرجل من الممكن أن يكون له دور في العملية السياسية المستقبلية إلى ليبيا نعم هو بالأحرى سيد الكريم إلى أي حد ممكن لباش آغا تخلص من الأغلال التركية التي تكبله وتكبل كل الذين تحالفوا مع تركيا في المرحلة الماضية وأصبحت لديهم الآن رؤى أخرى يتجهون بها إلى مستقبل سياسي وفقا للمعطيات الجديدة بعد تدخل الأمريكان مباشرة في إدارة عملية الحوار السياسي منذ تحركات يونيو الماضي التي نتج عنها قون استقار ليبيا الذي سينفذ في نهاية شهر يناير ولكن الآن حاجة باش آغا إلى تركيا لا تزال مرتبطة ضمنا لأن كل القوة التابعة بتسليحها بإمداداتها هي متقاطعة مع المخابرات التركية ومباشرة في عقيدات في حزب العدالة والتنمية التركية هل يستطيع باش آغا أن يفر من مخلب الأتراك وشبكتهم الأخطبطية إلى حد الآن لا وهو أيضا لا يريد ذلك فهو لا يريد أن يخسر كل الاحتمالات تحالفات وتوازنات موازر العلاقات مع تركيا إلى حد الآن لم تضضح معالمها وأيضا سياسات الدول وفي مقدمتها فرنسا هي مراهينة بتحالفات أوروبية بتنسيقات أمريكية وبالتالي باش آغا مهما كان ليس في الحجم الذي يمكنه التنصل من التزامات مع تركيا ولا ننسى أن الجهاز الاستخباراتي برمته قد تم دخوله والتوطيد له من خلال باش آغا وأن العمر الذي يسعى به فايز السراج الآن بضم ميليشيات إلى بعضها وحل الأخرى واستبعاد العديد من القيادات مبني على فكرة الحرس الوطني الذي كان منذ 2012 وأعاده بقوة باش آغا بعد انتهاء العملية العسكرية حول ترابلس خاصة مع مطلع شهر يوليو نعم طيب أستاذ محمد العلاقة ما بين باش آغا وأنقرة هي التي توترت أولا وتبعها العلاقة المتوترة مع السراج أو أن مسألة الإقالة هي كانت البداية لا على العكس تماما عندما كان موضوع الإقالة مطروحا فيما يتعلق بباش آغا كان هناك تعاطفا تركيا وهو كان هناك ورجع بعد عملية التحقيق وأن عودته بالشكل السينماء الهوليودي بدخوله لطرابلس بكل هذه القوة كان بتنسيقات بين الميليشيات في مصراتا وقوات مشرفة وحزبية على رأسها الصلاة بمتواجدون في تركيا وهنا لا توجد الحقيقة خلافات هي أوراق ضاغطة هؤلاء ليسوا بالتوازي مع تركيا هؤلاء عملاء وأدوات للمشروع التركي داخل ليبيا والأتراك يعرفون جيدا ويدركون تماما ماذا يفعلون مع هؤلاء وبالتالي الخلاف هي أوراق ضاغطة تارة تستخدم ضد الصراج تارة ضد باش آغا ولا نستغرب أن يكون هناك إعادة ترتيب أوراق مع باش آغا الخلاف الرئيسي والمهم يجب أن يدركه الجميع ما بين باش آغا والأتراك هو الإجراء الذي قام به فيما يتعلق بتصريحات حول الصديق الكبير وممارسات دعا إلى أن تحال إلى النائب العام والصديق الكبير المرتهن كليا لدى الأتراك لدرجة أن الصديق الكبير بإشراف تركي من الإخوان المسلمين في تركيا قام بتوقيع اتفاقيات مع وزراء أتراك بدون الرجوع إلى باقي الفرق السياسية شكرا جزيلا لك من القائرة الباحث السياسي والاستراتيجي الليبي الأستاذ محمد الأسبر أفاد مراسل الحدث نقلا عن وسائل إعلام فرنسية أن قرار منع القادمين من بريطانيا من دخول فرنسا قد يستثني الفرنسيين إذا أبرزوا نتيجة فحصا سلبية فيما أوصى الاتحاد الأوروبي اليوم الدول الأعضاء برفع حضر السفر إلى بريطانيا وأكدت مفوضية الاتحاد أنه يجب عدم منع الألاف من مواطنين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من العودة إلى منازلهم بشرط عزل أنفسهم أو تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا لكن المفوضية دعت في الوقت ذاته مواطني دول الاتحاد إلى تجنب السفر غير ضروري إلى بريطانيا في الوقت الحالي الهيئة الأوروبية شددت أيضا على ضرورة استئناف حركة الشاحنات بين بريطانيا وأوروبا مع اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع زميل حسين قنيبر مراسل حدث ينضم إلينا من باريس وكذلك مصطفى زارو من لندن من برلين مراسلة الحدث راغدة بهنام ومن روما رفعة النجار مرحبا بكم جميعا أبدأ من الخبر الذي جاء من فرنسا ومعك حسين تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع ومسألة عودة الناس إلى بيوتهم نعم في الواقع هذا الأمر يبقى محور اتصالات فرنسية بريطانية مكثفة هناك اتجاه لدى الحكومة هنا باستثناء الفرنسيين المقيمين في بريطانيا من قرار منع الدخول إلى فرنسا سيكون بإمكان الفرنسيين المقيمين بصورة دائمة أو مؤقتة في المملكة المتحدة أن يعودوا إلى فرنسا شرط خضوعهم لفحص بي سي أر وأن تكون نتيجة هذا الفحص السلبية هذه هي المشكلة الأولى الطلاب الفرنسيون الموجودون في بريطانيا يشكون من صعوبة الخضوع لفحص بي سي أر ويقولون أن هذا الأمر يستغرق أحيانا أسبوعا كاملا وهو ما لن يمكنهم من قضاء ليلة الميلاد مع عائلاتهم في فرنسا ثم أن أسعار البطاقات نحو فرنسا مرتفع جدا وهو تضاعف خلال الأيام الماضية هذه هي المشكلة الأولى المشكلة الثانية تتعلق بالشاحنات العالقة عند الحدود البحرية بين بريطانيا وفرنسا وتحديدا في مدينة دوفر حيث أن هناك حوالي ستمائة وخمسين شاحنة تنتظر السماح لها بالعبور إلى فرنسا وفرنسا تشترط حتى الآن خضوع كل سائقي هذه الشاحنات لفحص بي سي أر هذا قد يكون شرطا فرنسيا للسماح لهذه الشاحنات بالعبور نحو فرنسا في مثل هذه الأيام من كل سنة يعني قبيل عطلة الميلاد يصل عدد الشاحنات التي تعبر من بريطانيا إلى فرنسا يوميا حوالي عشرة آلاف شاحنة ولكن من ضمن الأجواء التي فرضها فيروس كورونا عدد الشاحنات هو بالمئات فقط وهؤلاء عالقون عند الحدود البريطانية الفرنسية وليس بإمكانهم الدخول إلى فرنسا والأمر حاليا موضع اتصالات كان الرئيس ماكرون أجرى اتصالا برئيس الوزراء البريطاني جونسون مساء أمس واليوم تواصلت الاتصالات بين البلدين على مستوى وزيري الصحة والنقل في كل منهما وكاد الجانبان أن ينجزا اتفاقا حول الشاحنات العالقة بعد ظهر اليوم لكن الأمر تعثر في اللحظة الأخيرة كما علمنا قبل قليل مع إشارة أخيرة إلى أن وسائل إعلام بريطانية تحدثت اليوم عن أن فرنسا تحاول معاقبة بريطانيا لأن الأخيرة لم تسهل المفاوضات المتعلقة بإنجاز صفقة حول البريكزيت رد قصر الإليزية على ذلك بعد ظهر اليوم بالقول لا نحاول الانتقام من أحد لكننا نحاول أن نتحمل مسؤولياتنا مسؤولياتنا بناحية منع انتقال عدوى السلالة الجديدة من كوفيد 19 إلى فرنسا طيب وكأنك تقول لي يجب أن يكون السؤال التالي إلى مصطفى يا حسين في مسألة كل الأخبار التي ختمت بها المتعلقة ببريطانيا وأن فرنسا تريد معاقبة بريطانيا مصطفى مرحبا بك مجددا أسألك بما انتهى به حسين على مسألة الشاحنات وفيما إذا وصل الأمر إلى نقطة حل بحسب ما تم تنقله من قبل وسائل الإعلام البريطانية وحتى من الحكومة بأن هناك توافق مع الجانب الفرنسي خصوصا بعد مكالمة هاتفية بين بوريس جونسون أمس والرئيس الفرنسي ماكرون وتم التوصل إلى صيغة لرفع هذا الحضر الصيغة التي نتحدث عنها وهو فرد فحص على جميع السائقين الذين يتوجهون من بريطانيا إلى فرنسا والعكس أيضا لكن نحن بانتظار أن يتم الإعلان رسميا وسيتم رفع هذا الحضر بدءا من منتصف الليل وهذا يعني بأن ربما سنشهد حركة نقل في القطار وأيضا برحلات جوية بالإضافة إلى العبرات التي لا تزال تعمل حاليا لكن بالنسبة للشاحنات حتى الآن هناك ما يقارب من ثلاثة آلاف شاحنة تنتظر إعادة فتح ميناء دوفر وهذا الممر المائي المهم وإن كانت ما يتم تبادله من تجارة تشكل فقط عشرين في المئة مقارنة ببقية الموانئة وأيضا الرحلات الجوية التي يتم استخدامها للاستيراد والتصدير بالطبع المسألة الآن سيتم استخدام أو استخدام الجيش البريطاني للقيام بكل هذه الفحصات في ضرف وجيز بحسب وزيرة الداخلية بأن يمكن الاستعانة بالجيش ليتم تسريح أولئك العالقين في خارج ميناء دوفر ويجب التذكير بأن المئات من هذه الشاحنات هي تحمل لوحات أوروبية يعني يريدون الذهاب إلى عدة دول أوروبية منها رومانيا وحتى ألمانيا وفرنسا إلى جانب إسبانيا هم عالقون هنا وينتظرون الموافقة والضوء الأخضر أو استكمال رحلتهم طيب أذهب إلى رفعة وتسمحي لي يا راغدة نتركك للآخر بحثا عن أخبار سعيدة من عندك رفعة ما هي الأجواء عندكم في إيطاليا والاحترازات من قبل وزارة الصحة أو حتى الحكومة وفيما إذا كان هناك إجراءات جديدة الإحترازات تبدأ من بريطانيا لأن كان هناك اليوم فوج إيطالي من الشباب أراد أن يعود إلى بلاده ولكنه لم يتمكن من ذلك برغم أنه أجرى فحصات وكان كل شيء جيدا وبالتالي أرسله بشكوى للسلطات الإيطالية على أنهم لا يجدوا مكانا للمبيت الليلة عموما الإتصالات تجري الآن بين السلطات في إيطاليا وبريطانيا لتدبير موقف المعلقين في بريطانيا هذا اليوم وغدا ربما بالنسبة لإيطاليا في الواقع هناك أخبار سارة أول تطعيم في إيطاليا سيجري يوم السبت القادم هناك تسعة آلاف وسبعمائة وخمسون جرعة ستأتي من بلجيكا في حراسة الجيش الإيطالي وفي سلجات خاصة تسمح بالحفظ لسبعين درجة تحت الصفر وأول الذين سيطعموا في إيطاليا خمسة أشخاص بينهم طبيبان لكن البداية الحقيقية ستكون يوم الأحد القادم وهو يوم التطعيم الأوروبي قاتبة في هذا اليوم ستم بداية التطعيم في جميع أنحاء دول أوروبا وستصل إلى إيطاليا سلاسة ملايين وأربعمائة ألف جرعة من شركة فيزر مباشرة وتوزع على ثلاثين مركزا للتطعيم في حراسة ودارة الجيش الإيطالي رفعت نترك بعض الأخبار السارة لراغدة عسى الأخبار تكون ختامها مسك معك يا راغدة مرحبا بك مجددا راغدة مساء الخير حسين بالفعل الأخبار السارة التي تبحث عنها تحدث بها اليوم مسؤولون طبيون هنا مع هاد روبرد كوخ وأيضا طبيب يعني كبار الأطباء الألمان المتخصصين بالأمراض الوبائية دروتستن يعمل في مستشفى شاريتي قالوا بأن هذا الوباء وأيضا شركة بايونتاج مديرها العام قالوا بأن هذه السلسلة المتحولة من وباء كورونا على أرجح أنها لن تحدث فرقا باللقاح وبأن اللقاح سيبقى نافعا معها ولكن شركة بايونتاج تقول بأنه لمزيد من التأكيد فهي ستبدأ أو بدأت يعني بتجارب ستعلن نتيجتها خلال 14 يوما لتأكيد يعني ما إذا كان هذا اللقاح سيبقى فعالا في السلالة الجديدة أم لا ولكن يعني كان هناك شبه تأكيد بأنه باعتقاد يعني رئيس هذه الشركة هو طبيب يعني هو الذي طور أو من الذين عملوا على طريق اللقاح برشهين قال بأنه هناك كانت تحولات كثيرة مئات التحولات التفراط الجنية التي شهدها الفيروس وفي كل مرة أثبتنا بأنه اللقاح هو يعني لا يتغير مفغوله مع هذه التحولات الجنية للفيروس هذه هي الأخبار الطيبة هناك أيضا أخبار ليست طيبة يعني كثيرا لأنه أيضا مع دروبيت كوخ تحدث عن وضع يستمر بأن يعني يتحول إلى الأسوأ مع وضع الإصابات والأماكن في المستشفيات قال بأنه عدد كبير من المستشفيات بدأت تلجأ يعني لي عمليات الطوارئ بمعنى أنها فقط تطبب حالات الإصابات بفيروس كورونا شكرا جزيلا لكم الزملاء راغدة بهنام مراسلة الحدث كنت معي من برلين وأشكر رفعة النجار من روما حسين قنيبر من فاريس ومصطفى زارو من لندن شكرا زملائي نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة